أحد أهم النقاط التي سئلنا عنها فيما يخص الإدارة المالية زين تفيدنا في هذا الجانب وخاصة لمن هم في السكن الجامعي في الحقيقة هذا الموضوع جميل أن طرحته جزاك الله خير في الحقيقة في كثير من الأحيان تكون هناك مخصصات للطالب الجامعي يعني الجامعة والكلية التي يدرس فيها عليه أن يعلم أولا أن تلك المخصصات هي لدراسته كثير من الطلاب للأسف الشديد يجعلون من تلك المخصصات أن كأنها راتب مستحق يصرفه فيما يشاء وبالتالي توجد أساسيات تهمل عليه أن يعلم أن تلك المبالغ هي لمصروفه الدراسي للدراسة هذه نقطة أساسية عليها أن يعلمها فتسخر تلك المبالغ للدراسة احتياجاتي أولا للسكن لأن البعض لا يستطيع أنه لا يوجد توفر له سكن فلابد أن يكون يبحث لنفسه عن سكن يعني يعلم أن ذلك أولا للسكن ثم للنقل ثم للأكل ثلاثة أشياء ثم ما بعد ذلك من حاجات أمور تكلفة الدراسة أمور لا تكلفه أنا أعلم وأعرف ذلك واقعا كأن ينسخ أوراقها ويأخذ نفاتر هذا أشياء بسيطة جدا بالنسبة للطالب الجامعي بسيطة جدا لكن أن يصرف تلك المبالغ في أشياء لا طائل من وراها يعني أنا أستغرب حقيقة ولا مانع نقولها لأننا نحن في مقام الحديث عن الصراحة طالب جامعي يذهب كل يوم إلى محل القهوة ليشرب كوب قهوة بريال ونص أو بريالين أو بريالين ونص ربما الموظف الذي يستلم مبلغا أو راتبا لا يقوم بتلك الحركة تجد أنه يبالغ فقط سأقصر الموضوع لأن هذا الشاعع أو المنتشر تجد أن البعض مثلا يذهب للأكل من أماكن أسعارها مرتفعة جدا لماذا؟ تتوفر يعني الواجبات الغذائية المناسبة المقبولة جدا بأسعار أبسط لماذا أذهب أنا؟ لذلك تجد بعض الطلاب تنتهي العشرة الأيام من الشهر ثم لا يجدوا لليه شيء يذهب ليتسلف لا بد أن يكون العاقل وسطا في الأمور لا بد أن يجعل هناك وساسيات هذه مبالغ للسكن معروفة وهذه للنقل معروفة إلى نهاية الشهر وهذه لمصروف للنقل وهذه للأكل معروفة ثم من بعد ذلك ينبقي شيء للدراسة أو شيء لا بد أن يعلم أنه هذه النقطة أساسية بس يضعها في باله هذا المبلغ للدراسة ليس للعب ليس لترفيه النفس ترفيه النفسي سيصل لا نقول أنه لا يرفيه نفسه لكن يرفيه نفسه بالمعقول أستطيع أن أشرب قهوة بمئة بيس أو بمئتين بيس وأستطيع أن أشرب قهوة بخمسة ريال فهنا يعني الإنسان عليه أن يكون لديه من توازن الأمور أو من وزنه الأمور بما يجعله لا يصبح بعد ذلك يعني موضوع الإدارة المالية للمبالغ التي يجدها الإنسان هذا أمر مهم وبالعكس هذا يعطيه مجال أن يتعلم من البداية أن يدير المبالغ التي لديه تجد بعض من الطلاب مثلا يقول له أبو محتاج مبلغ يقول لك لا أبوي الحمد لله ما توفر يعني تحتاج كذا عندي تحتاج كذا عندي تجد طالب يستلم مبلغ معه المدرسة وكل أسبوع يبغى من أبوه بعده مبلغ ليش يا أخي؟ يعني لا بد أنه أيضا أنا أشعر أيضا أسرتي أنني حاولت أنني أعتمد على نفسي حاولت أنني أتحمل ذاتي حاولت أنني يعني أستطيع أن أعيش يعني دائما يحاول الإنسان حتى في تعامله مع أسرته أن يحمل معنى أنه يعيش بكرامة وأنه يعني يريد من أسرته أن يكفيهم مؤونته نوعا ما فهنا يعني مباشرة ينظر إليه نظرة إكبار ونظرة تقدير ربما السبب الرئيسي يعني في شرب القهوة وبالأسعار هذه والأكل من الأماكن الغالية اللي هي إبهار الناس والمنظر الاجتماعي هذا هو يعني السبب الشائع وفي كثير من الأحيان التصوير من أجل أن يوضع في الحالة في الواتساب حتى أني عندي زميل أكبر مني أذكر أنه كان يقولي أنه كان يشري القهوة من أحد المتاجر العالمية للقهوة ولما ينتهي من القهوة طبعا القهوة غالية كثير ما يقارب ريالي ريالي نص فميش يسوي؟ فقط للمنظر العام كان يسوي لشاهي في السكن ويحطه في الكوبة على أساس أنه من هذا المحل بدايةه